بس يا جماعة الغربي بيثقف زي الشرقي بس الغربي بيثقف لما يكون في عيد ميلاد فتلاقي الناس كلها بتثقف عيد الغربي بيثقف لما تحصل على جيزة الغربي بيثقف لما بيبقى في موقف بطولي لكن عمرنا ما شفنا المرسين الصحفيين بيثقفوا لترامب لانه شتم السعودية مسلا عادي تلاقي الصحفيين ما لهمش علاقة بالقص انما شفت المصريين اللي موجودين في المؤتمر الصحفي هم صحفيين سقفوا قد ايه للسيسي طب شفت الاوروبيين بيتفرجوا ازاي او يعني المنظر بيننسبة لهم عامل ازاي طب شفت الراجل بتاع الاتحاد الاوروبي ده او اللي الراجل وهو بيقول للسيسي يعني ياريتنا كلنا كنا زيك كده لانه ماينفعش يحصل ده عندهم هو ده يحصل عندنا احنا بس احنا المنظر العار ده اللي انت شفته احنا العار اللي انت شفته ده مراسل صحفي جاي مع الرئاسة مفروض انه يسأل الزعماء تحول فجأة الى عيد ومجلس شعب وهتيف وعمال يسقف للسيسي قاله يا راق ديتله كيلتله وكأنك في سيرك ده عار على فكرة فالراجل بلوت في كده قال له والله يعني انا هنيك يعني كلنا نتمنى نبقى ناخد اللي انت بتاخده ده مقدرش نفس الكلمة دي اتقالت لمين اتقالت للرجل بتاع الصين لما ترامب قال لزعيم الصين انا نفسي بقى زاية كده اخد الرئاسة مدى الحياة لان الناس دي متضاشة من كده الراجل الاوروبي ده مع عمروش سمع سقفة غير يوم عيد ميلاده لما احتفلوا بيه زميله وقالوا سقفوله وبيض في الشمع دي تسقفة الوحيدة اللي خدها او لما الحزب نجح او هو نجح في البتاع هو في اعضاء الحزب يسقفوله انما عشان قلبه اين فالناس يسقف له بتاع ما شافاش فبيقول لي يا ريتنا كلنا زاك يعني كنا خدنا نفس الخزوق الحلو ده